في الأسناء شدد منصق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على ضرورة التوصل لاتفاق فوري لتحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وطالب وينسلاند الأطراف المعنية بضرورة التجاوب مع ما وصفه بالاقتراح الجدي المطروح على الطاولة والذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصف المسؤول الأممي مشاهد الضمار والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة بالقاسية مشيرا إلى التأثير المدمر للأعمال القتالية في قطاع غزة مؤكدا الحاجة إلى إجراءات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة